السلام عليكم أيها الأصدقاء مرحبا بكم من جديد عندما يتعلق الأمر بالمساحة فتختلف دول العالم اختلافا كبيرا فأكبر دولة في العالم تغطي 11% من إجمال مساحات الأرض وفي المقابل هناك دولة صغيرة جدا تقع وسط دولة أخرى مساحتها لا تتعد كيلومتر امربع وهي دولة الفاتيكان سوف نعرفك في هذا الفيديو على أكبر 10 دول في العالم من حيث المساحة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة في المركز العشر الجزائر تقع الجزائر في شمال أفريقيا وهي أكبر دولة أفريقيا وعربية يصل عدد سكانها 43 مليون نسمة وتقدر مساحتها بـ 2.4 مليون كيلومتر مربع ويبلغ طول 998 كيلومترا وتمثل المناطق الصحراوية نحو 90% من إجمال مساحة الدولة ويحد كل من المغرب والنيجير ومالي في المركز التاسع كازاخستان تقع كازاخستان في قارة آسيا وتعد كازاخستان أكبر الدول الحبيسة لا تطل على أي بحر وكانت إحدى دول اتحاد السوفيتي في القديم وتقدر مساحتها بـ 2.7 مليون كيلومتر مربع أما عدد سكانها فيصل إلى 18 مليون نسمة ويحد كازاخستان كل من روسيا والصين وتركمنستان وقرغستان وأسباكستان في المركز الثامن الأرجنتين تعتبر الأرجنتين أكبر الدول المتحدثة بالإسبانيا من حيث المساحة تقدر مساحتها بـ 2.78 مليون كيلومتر مربع ويصل عدد سكانها إلى 45 مليون نسمة ويحدها كل من تشيل من الغرب والجنوب وبوليفيا وباراغواي في الشمال والبرازيل والأوروغواي من الشمال الشرقي في المركز السابع الهند تعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لكنها تعتبر سابع أكبر دولة من حيث المساحة التي تقدر بـ 3.3 مليون كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها أكثر من مليار وثلاثة مائة مليون نسمة وتشترك الهند حدودها مع الصين وباكستان وبنغلاديش والنيبل في المركز السادس أستراليا تعتبر أستراليا قرى ودولة في نفس الوقت تصل مساحتها 7.7 مليون كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها بـ 25 مليون نسمة ويعيش معظم سكانها في المدن الساحلية مثل سيدني وبرث في المركز الخامس البرازيل تعد البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية بمساحة تقدر بـ 8.5 مليون كيلومتر مربع وهي تحتضن معظم مساحات غابات الأمازون وتتمتع البرازيل بسواحل طويلة جدا تقدر بـ 8.000 كيلومتر على المحيط الأطلسي وتقع أشهر مدنها ومن بينها الريو دي جانير والساوبولو على هذه السواحل أما عدد سكانها فيصل إلى 212 مليون نسمة وتشترك البرازيل حدودها مع جميع الدول أمريكا الجنوبية باستثناء دولة الشيلي والإكوادور في المركز الرابع الصين تصل مساحة الصين 9.5 مليون كيلومتر مربع وتشترك حدودها مع 14 دولة من بينها أفغانستان وروسيا وفيتنام أما عدد سكانها فيقدر بأكثر من مليار و400 مليون نسمة وهي تعد بذلك أكبر دولة في العالم من حيث الكتافة السكانية وعدد السكان في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية تزيد مساحة الولايات المتحدة الأمريكية قليلا عن الصين فتقدر بـ 9.63 مليون كيلومتر مربع وتحدها المكسيك من الجنوب وكندا من الشمال ويصل عدد سكاني 332 مليون نسمة في المركز الثاني كندا تصل مساحة كندا 9.9 مليون كيلومتر مربع مما يجعلها أكبر دولة في الأمريكيتين مع خط ساحل يمتد لنحو 102 ألف كيلومتر وهو أطول خط ساحل في العالم ويصل عدد سكان كندا 37 مليون نسمة وهذا العدد يعتبر صغيرا مقارنة مع حجم مساحتها في المركز الأول روسيا تقدر مساحة روسيا بـ 17 مليون كيلومتر مربع مما يجعلها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ويبلغ عدد سكانها حوالي 144 مليون نسمة كما تشارك روسيا حدودها مع 14 دولة تتوزى على كل من أوروبا وأسيا ترجمة نانسي قنقر